محافظة منكوبة لا خدمات لا شغل لا عمل بهذه الكلمات وصف أهالي ديالا واقع حالهم بعد أن تدهورت جميع القطاعات في المحافظة من كهرباء ودوائر صحية وخدمات ومياه صرف صحي وغيرها فضلا عن انعدام فرص العمل بسبب الإهمال الحكومي وانشغال الساسة بصراعتهم على السلطة منطقة السراي أحدى المناطق القديمة في ديالا والتي لم تحظى بأي اهتمام من قبل الجهات البلدية والخدمية غاب ملف الخدمات على أنظر الجميع لا زالت الخدمات غير جيدة في ديالا هناك اهتمام للسياسيين جميعا بعملية تعديل الطرق ونشر السبويس ونسية الخدمات الأخرى المجاري والبنى التحتية سكان منطقة السراي اشتكوا من انعدام شبكات المجاري في المنطقة الأمر الذي أدى إلى تجمع مياه الأمطار وحدوث شلل في حركة العائلات هناك يعني ما تقدر تعبوا ما تقدر دز جاهل طفل مثلا يجيب لك الدز على حاجة فهذا الوضعية وعلى ما يبدو فإن السياسيين والمرشحين في المحافظة لم يمروا بمنطقة السراي خلال معاركهم الانتخابية إذ اشتكى أهالي المنطقة من إهمال الطبقة السياسية والجهات الرسمية لمعاناتهم تفكرون بس بنفسكم انتو بس تعرف تقعد وراء الكرسي وما تعرف الشعاب عمي عالم كتله الجوع الله شاهد المهجرين غرقانين غرقانين ولم يواصلهم اللي هنا ونحن لا شغل ولا عمل لا شغل لا عمل لا رعاية اجتماعية انذبع الرعاية اجتماعية ما تطلع انذبع الجيش ما يطلع انذبع الشرطة ما يطلع ها عمرك شبير ها عمرك صغير الأهالي أكدوا انعدام ثقتهم بالحكومة والوعود التي يطلقها السياسيون والجهات المسؤولة في المحافظة حتى هو ليجي ليجي هم يجي هم يجي نفس دولاك هم يجي هم يجي جوعان وهم يجي نفس الشغلة ها هاي هالشغلة شوفوها من هان وانت ماشي وانت رايحيش هذي كلا هم جوه حفروها وعافونا وعافونا ومشورة وعلى ما يبدو ان الواقع الخدمي في العراق سيبقى على هذا الحال لسيما في ظل آفة الفساد الفتاكة التي تضرب مفاصل الدولة ومؤسساتها